فقرتنا الحوارية النهاردة هتكون عن شعر الواو أو فن الواو ويمكن دي من الحاجات أو الفنون اللي بتختص بيها مناطق جنوب الصعيدي وساعدنا يكون معنا في السوديو أستاذ سمير زريف شعر الواو أهلا بك أهلا وسلام حضرتك أستاذ فدو والسعيد خالص الموجود في قناتنا قناة طيبة وحابب أهدي قناة طيبة أول مربع في اللقاء حاببين حاببين قناتك يطيبة حاببين قناتك يطيبة أسوان دي عشقي وسهاجي حاببين قناتك يطيبة أسوان دي عشقي وسهاجي الخلق مليان طيبة تندهني تندهلي بالحس هاجي ما شاء الله شكرا لك قل لي بقى يا أستاذ سمير هل يسموه فن الواو في الأول قبل ما دايما بسأل نفسي السؤال دا دايما لما كان أي شاعر يقول الواو كان دايما يبدأ ويقول وقال الشاعر وقال الشاعر حرف الواو يعني وقال الشاعر يبدأ يقول المربع بتاعه أو الدور بتاعه وقال الشاعر بعد كده حاجة تانية اللي هي تكسر الواوات في المربع دايما يتلاقي في كل في أي مربع تلاقي فيه واو واو العطف تسموه فن الواو عشان الواو العطف كتير وبداية الواو يعني احتمال أغلبية المربعات لا تخلو من وجود حرف الواو طب وانت كسامير يعني شمان حرف ينشار الواو اللي روحت له أنا الواو بالذات في الصعيد موجود من زمان يعني من 200 سنة كنا احنا وصغيرين نسمع فن الواو وما نعرفش يعنيه فن الواو اللي هو بتاعه أستاذنا بن عروس زي مربعات مشهورة وتربين عليها وكل الصعيد بصفة عامة بيعشك حاجة اسمها الربابة دايما الفن الواو مرتبط بالربابة بيتعزف المربع على الربابة واللي يقوله بيبقى معه ربابة وبيعزف عليها ويقول الدور أو يقول فن الواو فاحنا تربينا على المربعات وكلنا بلا استثناء في الصعيدة تربينا على مربعات مشهورة الأستاذنا بن عروس بتقول ولا حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب ما تقولش للواط يا عم لو كان على المور راكب كله دا كان داير جوانا وحبينه ومنسمعه كتير ولمس معانا في احنا وشباب وصغيرين لما خلصت جامعة دارت جوايا الخواطر مثلا يعني ان جوايا خواطر عايزة اكتبها الغاية ما وصلت اني انا اعرف اكتب مربع سليم المربع انت تعلمت الوحدك ولا انت كنت متأثر بي يعني مثلا بحد معين وكنت دايما تسمعه لا هو هقولك على البداية جاتي ازاي انا كنت بكتب مربعات في الخواطر بعد كده حبيت حد في الاساسة جال لي لا انت هتبقى كويس لو كتبت اعرفت قواعد فن الواو يتكتب ازاي بالزبط وتبدأ تشتغل على نفسك في فن الواو فن الواو دا فن من اروع الفنون فن جميل ويشد الناس فوق الوصف حاجة حلوة خالص يعني فالفن الواو بيتكتب على حاجة بسموها مجزوق بحر المجدس مستفع لانفاعلات يتكتب في اربع شطرات لازم يتوفر فن الواو او مربع فن الواو يتوفر فيه لازم يبقى فيه جناسات الشطرة الاولى مع الشطرة التالتة والشطرة التانية مع الشطرة الرابعة او زي القفية جناس كامل او جناس ناقص وبيتكتب احيانا المربع مفتوح او مكفوح او 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 اقامتك حاجة تقول لنا ان توضح اكتر او توضح اكتر او لو قلنا مربع مكفول مثلا يقول يوم كن كانوا بلا كون يوم كن كانوا بلا كون ولا قلنا كانوا وكن يوم كن لوا فيها بلا كون جال فن كونك دا كن دي فالزورة لا المربع لما يبقى فيه مربع فن واو مكفول الجوال نفسه او الشاعر نفسه بيفك بيفك المربع للجمهور يوم كن كانوا بلا كون. ايوة. يوم كنا كانوا بلا كون. احنا كنا موجودين من زمان. غير قبل لا يكون فيه. اه لنا اصل ولنا جدور فاحنا موجودين. يوم كنا كانوا. بلا كون. ما لهمش هي. ما عندهمش كون. كانوا ناس يعني بصاط ما عندهمش هي. اه. يوم كنا كانوا بلا كون. ولا قلنا كانوا وكنا. كنا عايشين متوضعين. معنا. انت مين ولا احنا مين ولا اه. ما نقولش الحد يعني او بنعاير بالبلد. كنا مش عارف ايه وانت يوم كنا كانوا بلا كون ولا قلنا كانوا وكنا يوم كن له فيها بلا كون قال فين كونك دا كنا يعني مجرد ما بنالوا بيت دور أول وعمل بلا كونة قاعد يقول دا كنا يعني الكون دا بتاعنا وده المربع دا بيلمس مع محدثين النعمة دا المكفول طب المفتوح المفتوح زي مربع بهدي كل جمال السمر الأسواني يعني أنا بعشك حاجة الأسوان دي عشجي أصلا من قبل ما جي أسوان يعيقول عاشق سمارة من أسوان عاشق سمارة من أسوان عاشق سمارة من أسوان والنار في جسمي ودجت فرحتنا سامر بلا أسوان وانا جلبي طبلة ودجت قلبك بدقل السمرن طيب دا أنا ما فهمتش برضو الفرق ما بين المفتوح دا مكفول برضو المفتوح دا مكفول شفت دا مكفول المفتوح بيبقى ما يحتشش للفك ما يحتشش إنك تفك المربع تفكه في الفهم ولا تفكه في الكلام لا يتفك المربع يعني أفهمه سهل يعني ما يتفكش ما تفكوش للجمهور يبقى بسيط يعني أنا بحاول أشوف لك مثلا زي مربع يبقى ساهل في الفك بتاعه فعيقول عيقول مثلا بالود حلوين وعشنا بالود حلوين وعشنا وجراحي وجراحي فيها طبتلي بالود حلوين وعشنا وجراحي فيها طبتلي سكر ودايب في عشنا ويا ما طبالي طبتلي يا ما طبالي الطبالي اللي هي اللي بناكل علي طبتلي يعني حطولي أكل طبتلي وانا استهويتها وحلوة وجميلة فده مفهوم ما يحتشش للفك طيب انت بدأت من إمتى موضوع يعني هل هو طيفير تجالي ولا ما فيهوش الواو ارتجال عادي لو هترتجلي الشعر المتمكن يرتجل مدون مالك أدواته فيه مناسبة يرتجل بس من الأفضل المربع انه يتكاتب عشان ما يبقاش فيه هنة يبقى فيه كسر يبقى مربع سليم اه اصلا بس شفت الناس مغنيين للواو بممكن بيرتجلوا ساعات هيقولوا كلمة فيقولوا من كتر السروة اللغوية اللغوية اللي عنده والعامية صح والمزيكة بتاعت المربع موجودة معاه وحاضرة فيركب فيه وفيه لحظة طب أستاذ سمير انت يعني الحاجات دي بتتغنى الواو الواو يتغنى على الربابة دايما كان كل مربعات الواو على فكرة تتغنى على الربابة بسهولة خالص تتلحن عادي تتلحن عادي والأغلبية يعني لما كان زمن شعر الواو مرتبط بالربابة يعني دايما معاه ربابة ويعزف مربعاته ويقولها هو هو يعني على الربابة بتاعته طب قول لنا حاجة تانية بنقول بنقول وواتي وشاعر بنقول وواتي وشاعر في الشعر معروف بلوني بنقول وواتي وشاعر في الشعر معروف بلوني أسمر وكل مشاعر داب الصبايا في لوني بص هي كلها حاجة قصيرك كده أبيات مربعات هو أربع شطرات لكن ما يفاش تعمل أربع شطرات متواصلة بأربع شطرات تبقى قصيدة فن واو تتسمى قصيدة فن واو فيها أكتر من مربع وكلهم فيهم وحدة ومتلحمين بس هو خصائص فن الواو أو مربع فن الواو أربع شطرات وحيل ما قلت لأربع شطرات ما ينفعش تقولي خلاص نقطة وانتعي الكلام أوفت وقالت كل مش هتقدر تقولي حاجة تاني هقول أي مربع هيتجال مش هينفع تقولي بعدين حاجة تاني وهو مسلك دلوقيت حضرتك على على الفكرة إنه ما ينفعش يتجال علي حاجة تاني بنقول اتينا اتينا طرحتها تينا اتينا طرحتها تينا حلوة ولا تجيب مصايخ اتينا طرحتها تينا حلوة ولا تجيب مصايخ يا ما مع الدون هتئنا ولا خدنا غير المصايخ ينفع حاجة تتكمل تاني لا لا خلاص الكلام وقف اه طب في حاجة مفتوحة يعني حاجة ممكن نكمل عليها لا ما هو بس انت ممكن يعني انت في الاخر ختمت بايه اه ولا يجينا غير المصايخ اه خلاص ما هي عطت اه من خصائص فن الواو فانت ممكن تنقل اه على الناس اللي ممكن يجيبوننا المصايخ لا هو من جمال فن الواو انه هو اربع شطرات بتقولي فيهم حكمة اه بيبقى فيهم الجناسات جناس كامل ويبقى فيهم تورية وخلاص يعني زي قصيدة مضغوطة كده مش طويلة وده احنا حاليا في زمن السرعة محدش بيبقى الشباب حاليا ما عندوش قبلية ان هو يجرى قصاية طويلة فانت في خلال الاربع شطرات تقدر يتدي حكمة وتقدر يتدي مضمون وتقدر يدخل اي حاجة في الله لا بس هو انا عن اقتناعي يعني ممكن ده ان هو ممكن تكمل بس هي حلوتها ان هي توصل لك اللي انت عاوزه في حاجة مختصرة وتوصل المعلومة طبعا اه طبعا وهي لها جمال خاص في فكرة الجنسات والتوريس ابر تقول لنا بقى عندك حاجة حلوة اه اعي يقول بيت الغوالي بيت الغوالي دكانطين بيت الغوالي دكانطين فرحان ولا هم ساكن بيت الغوالي دكانطين فرحان ولا هم ساكن لو لو عشنا حتى بلاطين كان خير همالي المساكن حلوة اوي هو ليه دايما بحس الشعراء بيعيده البيت مرتين اه هو عشان خاطر يا استاذة هو اربع شطرات اوه فزي بتعمل انتباه ترجع تاني لو تجال عشان لو حد كان سارح ام مش هيفا باجي الثلاث شطرات او الشطرتين اللي اللي بعديهم فانت تقولي اول لو حد سرح ترجعي له تاني بالمربع كامل ده في البيت الاولاني بس اه ما بتعدش كله لا في البيت الاولاني بتقولي لو انتبه اه اه هو ما اصل يا استاذة اربع شطرات اه جيروا بقى يا استاذ السمير اه مركب شجانة مركب شجانة مراسي مركب شجانة مراسي والعمر ورجت نتيجة لما وصلنا المراسي ما لجينا فيها نتيجة هو فيه ناس دلوقتي بيعملوا الشعر يعني زي فن الواو كده بس بقوا عملوه زي شعر طويل شوية زي الناس ما زي شام الجخ زي غيره احس انه هو نفس شعر الواو بس على اطول يعني كذا مربع مع بعض انا وانت الحضرة كديسة موها قصيدة فن الواو قصيدة اه قصيدة فن الواو يعني هما فعلا بيقولوا قصيدة اه قصيدة فن الواو المربع اللي قلنا ده هو اللي هو مركب شجانة مراسي والعمر ورجت نتيجة لما وصلنا المراسي ما لجينا فيها نتيجة المربع ده بيدي حكمة جواه اني مهما الانس الحياة كلها شغة وتعب ايو مهما عملته يعني مهما هتوصل هتوصل ليه ليه نهاية نهاية ما تسواش الدنيا ما تسواش لا تسوى زعل ولا تسوى خصام ولا تسوى حياة في النهاية الدنيا مش هتاخد منها حاجة فالمربع ده جواه بيدي الحكمة بس هو المربعات بتاعة الفن الواو محتاجة حد يكون متلقي واعي وثقف بالعكس ده اللي كان زمان بيقول الواو كانوا جماعة مش متعلمين بيقولوا باسمه فن شفاهي ايوه بس كان عندهم مفردات لغة كبيرة يعني مش زي دلوقتي ما احنا بحنا بنحاول نسر التراث ونحافظ عليه وننتشر يعني ننشر الفن الجميل ده ونقوله ونعرف به الشباب ونخلل الناس تسمع وتزيد السروة اللغوية ولو كان في مربع صعب نفك المربع ونشتغل على الموضوع ده ونحافظ على تراثنا الفن ده الفن بتاعنا بتاع الصعيد طيب كان في مربعات خاصة بمناسبات مناسبات معينة يعني ولا هو ملوش لا بيتعامل بكل حضرتك لا انت معاك حاجة خاصة بمناسبة ولا هو كله فن لا اغلبيته حاليا انا جايب المربعات اللي هي في العام بتاعت الدواغين المناسبات تكتب زي ما انت عايز المربع يتكاتب مدوم توفرت الخصائص بتاعت المربع زي ما انت دخلت علينا كده تطيبة اه تطيبة طب عندك ايه تاني نخل السهاجي ايوه نخل السهاجي على الكل نخل السهاجي على الكل بالود بان طمر طايف نخل السهاجي على الكل بالود بان طمر طايف للماشا جدم وجل كل للكل عندي رطايف مش عارفة ليك حاسك كله ألغاز مش فاهمها نخل الصهاجي على الكل نخل الصهاجي مرتفع كناية عن التفاعل القامع القامع والخير برضو في نفس الوقت بالود بقى ان طمر طايف انه هو زارع النخل ده بالود بيدي منه الناس نخل طالع عالي وجايب صمر بالود بالحب بالود للماشا جدم واجول كل يعني بيدي الناس منه بيدي الرايح واللي جاي بيدي منه طمر بالود بان طمري طيب للماشا جدم واجول كل للكل عندي رطايف بيدي الناس كلها الخير يعني والمحبة بتاعته ما بتفرجش من واحد والتاني انت أصر سوهاجي اعا بإن سوهاج اعا اه هنقول حاجة تانية عد الصبايا عد الصبايا من الحي عد الصبايا من الحي كالفاكها حلوين ومنجى عد الصبايا من الحي كلفاكها حلوين ومنجى لو هنجى مرة من الحي من فخة ففحة منجى لا الحتة الأخناية دي مش فهمها لو عدوا الصبايا حلوين عدوا الصبايا من الحي كالفكها حلوين ومنجى لو هنجى مرة من الحي من فخة ففحة منجى يعني لو هتنقذ من الحي من جمالها مش هنجى من هنجى دي هي لو قفت معي منجى لو فكتيها ماء النافية منجى ماء أنجى عدوا الصبايا من الحي كالفكها حلوين ومنجى لو هنجى مرة من الحي من فخة ففحة منجى منجى التانية دي ليهو مش هنجى يعني مش حارب فقط طيب العشق واعر بليني العشق واعر بليني وفي جلبي يا ما جرح له العشق واعر بليني وفي جلبي يا ما جرح له جلبي نصحته بليني يوم خفي جرحه جرح له جرح له أنت بتستخدم بتلعب بالألفاظ آه ما هو جمال الواو آه طبعا ما هو جمال المربع كده يعني يعني زي من شوية المنجى اللي هو لو أسمناها ما أنجى آه آه يعني مش حتى مش حارف أطلع منها آه لا جمال المربع في المفردات الجميلة وليه طعم تاني ما هو ليه ليه فن قائم بذاته آه هو مربع بس فن وفن جميل خالص عشان خاطر فكرة الجناسات وعشان خاطر فكرة بس هو عمية يا أعتبر هو عمية عمية هو أصلا أصلا الفن ده نشأ في الصعيد آه مؤسس الفن ده ابن عروس من مئتين سنة آه والمربعات المشهورة لابن عروس زي والحد خالي من الهم حتى جلوع الملاكب ولابد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم كله المربعات الجميلة دي كلها بتعت أستاذنا ابن عروس من مئتين سنة آه 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 وانتشر بعد كده اتكتب في عصوان وكتب في سهاج كان في جوالين جالة في سهاج وجنى وعصوان والفن ده منتشر في الصعيد يعني بنحبه جامل آه حتى عندك في العيلة بيقولوا فن الواو لا انت بس آه لا عندي الكابنتي أنا هتكتب واو هتكتب واو آه من كتر ما هي موجودة معي وبتحبه أصلا الواو آه طيب هن عندي مثلا حاجة ايه أكتر حاجة من الحاجات اللي انت كنت بتسمعها قبل ما تكتبه كانت دايما هي اللي بتعود ترددها وحببتك في فن الواو آه اللي حببني أكتر مش فكرة المربع كد مهنه انه بيلمس بيلمس يعني آه تلاقي المربع لمس جواك حاجة آه على طول دخل الجلب صح في حاجة معينة نسمع كده هي آه دخلت خلاص واغلبية المربعات بتمثلنا احنا آه الصعيدة بألفاظها بجمالها بالحكمة اللي فيها آه دي صورة ايه يا سليح؟ دي صورة أثناء ما كنت أنا صدر لي في البداية دوان أنين الربابة آه وبعدين صدر لي دوان دنيا في مربع آه آه فدي كانت أثناء كنا بنحتفل في نادي أدب المراغة آه بصدور دواني الثاني دنيا في مربع وكان الاحتفال معمول في نادي أدب المراغة وكان حضره أستاذنا دكتور عبد الحافظ بخيت كان ناقد للدوان وكان الشعراء زي ما حضرتك شايفها في الصورة بنحتفل دواني الثاني آه آه نادي أدب المراغة بيكرمني هنا في الصورة على حصولي على محاضر مركزي بهيئة قصور الثقافة وكانت احتفالية جميلة وأمسية حلوة يعني طيب آه أنهي لأقرب لقلبك ولا أنت لأي حاجة بتعملها بتبقى قريبة ليك؟ أنهي يعني الدنيا في مربع ولا أنين الربابة؟ آه بالنسبة لأنا كسامير أنا عندي أنين الربابة وعندي آه الدنيا في مربع وفيه لسه يعني هصدر جريب سامير الليالي ودوانة محبة آه فممكن أقول لك أنا أي اللي أقرب بالنسبة لي فبقول التلت آه التلت آه دووين بتوعي جماعتهم في مربع واحد أيوا؟ من من فن من فن الواو آه فبقول جلبي جلبي أنين الربابة جلبي أنين الربابة ودنيا في مربع في بالي جلبي أنين الربابة ودنيا في مربع في بالي الحلم ده الصبر بابة عاشق سامير الليالي آه أنت جمعتهم كلهم في مربع واحد ومربع سليم يعني آه أيوا صح طب هل يعني هل وانت بتعمل مربعات دي يعني هي سهلة ولا صعبة في الكتابة ولا هي سهلة اللي عنده مفردات ودارس آه من أصعب الفنون كتابة فن الواو آه تكتب قصيدة بسهولة خالص بس مربع من أصعب الفنون كتابة وبدلل ذلك اللي بيكتبوا قليلين خالص تلاقي شعراء عامية كتير بس الواو لا ليه ليه طبيعة معينة يعني بيتكاتب فكرة الجنسات مش موضوع ساهل لا طبعا وفكرة أنك تلتزم بالوزن لا بحر شعري واحد مجزوء بحر المشتس فكرة الواو زي كأن كل مرة بتديني ورجة بيضة وجلم رصاص وتقول لي لي طالش بحر شعري يقدر يلعب فيهم براحته طب زي اللوحة الفنية كده بتعملها على أجزاء ولا أنت لازم بتقعد تخلص المربع المربع ليه بداية يعني بيسموها يعني أربع شطرات بتبدأ تبقى داير جواك حاجة وتطلع على هيئة المربع وتبقى لازم تبقى فيه جنسات وجنسات من الأفضل ما تكونش متكررة يعني يعني ما حدش يكون من الشعارة جابلك استعمالها ولا أنت تكون مستعملها قبل كده في مربع لو اتجبرت يعني ممكن تستعملها تاني على حسب معنى المربع مش هتضر يعني بس كل ما يبقى المربع يعني أنت ممكن تكتب بيتين ويجي مثلا في الثالث أنت الجناس مش لقيه تعد تحاول دا من أسعب كل الشعر بتقف معاهم الفكرة الجناسات طبعا ممكن تجي باديا تبدأ أول بيت في المربع أول شطرة وتلاقي بعد كده تقعد ممكن تقعد أيام عشان قاطر تجيب جناس تاني ومرهق على فكرة كتابة فن الواو مرهقة جامد بس بتطلع بعد ما يخلص المربع ومربع سليم بيبجاله جمال ومزاق وتستمتع بيه جامد يعني هو جناس وإحنا كنا زمان وإحنا بنرد السعج يقولك إنه لازم يلتزم بالوزن والقفية صح؟ يبقى على نفس الوزن ونفس القفية في ختمة ممكن فيه ناس دلوقتي مثلا ممكن تقول تلات أبيات والبيت الأول انتهى بوزن تقول مثلا تلات أبيات بعده البيت الخامس ينتهي بنفس الوزن اللي هو لازم كل في النهاية يبقى نفس الوزن اللي فاته صح؟ بس هو زي ما قلت لحضرتك الواو ملتزم بالأربع شطرات الأولى مع التالتة في الجنسات والتانية مع الرابعة وليه قواعد مجزوء بحر المجتس زي ما قلت لحضرتك مستفعلين فاعلات ولازم يبقى فيه تورية ويبقى فيه حكمة وتدي فيه حاجات وليه جمال معين وفيه مفتوح وفيه مأفول خلاص أنا كده فهم أو فيه حاجات بتبقى فيه حاجات بنكتبها دمها خفيف يعني يلا قلت جيّلها جايب بسبعين جيّلها جايب بسبعين أحمر شفايف وبانكيك جيّلها جايب بسبعين أحمر شفايف وبانكيك نظرة حماتي كسبعين والقعدة نشفى مبانكيك جيّلها جايب بسبعين السبعين اللي هي ايه هنا جيّلها جايب بسبعين أصدقوا بسبعين جنيه سبعين جيّلها جايب بسبعين أحمر شفايف وبانكيك نظرة حماتي كسبعين والقعدة نشفى مبانكيك والقعدة نشفى مبانكيك مجابلهوش حاجة مجابلهوش حاجة مجابلهوش حاجة في الحلوة أحلى وواتي ولجول مربع بعينه واجبل رزالة حماتي تكرم لخطره وعينه حماتك سامعك دراتي لا هو بيحبك طب سمير اختم لنا بحاجة بقى عشان كده نختب الحلقة بتاعتنا آه محمد النيل النيل خليلي وغالي النيل خليلي وغالي بملالي من شه دواني النيل خليلي وغالي بملالي من شه دواني لو همي واجع وغالي يا ما نسيمه دواني نيل سمير زريف شعر وأوه شرفتني وأسعدتني بوجودك معي النهاردة شكرا لك شكرا لحضرتك وحب أشكر قناة طيبة وكل العاملين فيها قناة طيبة دي بتاعتنا وبتمثلنا وقناة جميلة ونتمنى لها كل توفيق وازدهار وشكرا خالص لكل الأستاذة أحمد سروت والحضرتك أستاذة فدوى وكل العاملين في القناة شكرا لك بهذا اللقاء بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من صباح تيبة بنسعد دايما لمتابعتكم كما عاكم فدو فاروق وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر